من داني ألفش نروح لكريستيانو رونالدو بصراحة اللي تابع مبارات مبارح مبارات البرتغال وسربيا أعتقد كان فيه خيبة أمل كبيرة جدا جدا لكل الشعب البرتغالي على مستوى طبعا عدم الصعود المباشر لكاس العالم 2022 كريستيانو رونالدو يعني بيوصل رسالة مهمة وحماسية لجماهير البرتغال بعد صدمة طبعا عدم التقاهل المباشر لكاس العالم 2022 وخسارة المنتخب البرتغالي مبارح أمام منتخب سربيا في الوقت القاتل على ملعبهم بنتيجة 2-1 طبعا مما منح سربيا بطاقة التقاهل المباشر في قطر 2022 بيمكن أكبر المنتخب البرتغال من خلال هذه الخسارة إنه طبعا بيأخود الملحق ختب رونالدو النهاردة الاثنين على حسابه الشخصي على موقع انستجرام وقال أظهرت لنا كرة القدم أكثر من مرة إن أحيانا تكون المطارات الأكثر تعقيدا هي التي تؤدي إلى النتائج التي نترجاه كمان أوضح من خلال هذه تويتا وقال كانت نتيجة الأمس صعبة لكنها لم تكن كافية لإحباطنا هدفنا التواجد في كاس العالم 2022 لا يزال قويا إلى حد طبعا كبير زي ما بيقول ويمكن ما يتعين علينا القيام للوصول لهذه المرحلة أو هذه البطولة أضاف كمان رونالدو أنه لا أعذار أمام البرتغال فنحن سنسافر إلى قطر حضراتكم عارفين كان طبعا رونالدو كان يمكن كان فيه صورة متدولة على السوشيال ميديا فيه بكاء بعد مباراة أمام سربيا وبعد الهدف القاتل في الدقائق الأخيرة اللي قضيت على أحلام المنتخب البرتغالي للصعود المباشر لكاس العالم زي ما بقول لحضراتكم يمكن رونالدو يمكن المباراة اللي فاتت ما كانش على المستوى الجيد لكن كان يكفي البرتغال التعادل وكانت النتيجة في ديئة 89-1-1 وكانت كل الأمال خلاص وصول المنتخب البرتغالي لكاس العالم ولكن في الدقائق الأخيرة ينجح المنتخب السربي اللي عمل مباراة أكثر من رائعة لقلب الطولة على المنتخب البرتغالي وخطف بطاقة التأهل المباشر والفوز 2-1